وصلت القافلة الطبية التي أطلقتها مدرية الصحة بأسوان عملها بقرية الإيمان التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد جاء ذلك من خلال عشر عيدات متنقلة لكشف على المرضى والمترددين من أبناء القرية والمناطق المجاورة وقد تم من خلالهم تقديم كشف والعلاج بالمجان كما تم أيضا تحويل عدد من المرضى لمستشفى إدفو والمستشفى الجامعي بأسوان لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرانين المغناطيسي والتحليل بالمجان وذلك في إطار جهود القيادة السياسية وتقديم الخدمات للمناطق المحرومة والنائية نحن النهاردة في قرية الإيمان التابعة لوادي الصعيدة مركز إدفو بننفذ القافلة الطبية على مضار يومين نحن القافلة الطبية عبارة على المستشفى الميداني متحرك نحن بنضم حاليا تسعة تخصصات مختلفة بيقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى السادة لخصائيين واستشاريين في كل تخصص القافلة الطبية زي ما قلنا نحضاتكم بتقدم الخدمة مجانيا نحن معانا صيدلية فيها أكثر من 95 صنف بالمجان معانا خدمة الأشياء العادية بالمجان برضو ومعانا اتنين معمل، معمل الطفاليات ومعمل الدم بالمجان أنا كجراحة عامة بقى وقع الكشف الطبي عنهم وبأديهم العلاج اللازم ولكن إذا شفت الحالة محتاجة لجهة أعلى أو إجراء عمليات جراحية بالمجانة على مستوى المحافظة ببعث الحالة سواء مستشفى مركزي أو مستشفى عام أو معد الأورام أو مستشفى الصدر عوائي جهة موجودة على مستوى المحافظة الحقيقة بنتعرف أننا موجودين هنا في القرية النائية الحقيقة والخدمات الطبية بنحاول أن نوصلها لأهلنا الموجودين في القرى النائية بشكل مجاني